مرحبا فيكم حبايبي برج الجدي. خلينا نشوف الطاقة العامة لإلك كيف حد تكون هذا الشهر. انتصار من بعد هزيمة أو هزيمة كانت في الماضي رح تتحول لانتصار. طاقة حلوة. برج الجدي كمان ما ننسى انه كان تعبان يعني شعرفه. كتير الناس عن بتكون تعبانة هاي الفترة من كل الابراج فبدنا نصبر. خلينا نشوف بشكل عام. بعدين بنشوف شوية عن العاطفة. رح تروح يمكن انت والحبيب على حفلة معينة او يمكن تلتأ وشغلوا موسيقى مش عارفة وترقصوا عليها. زي ما هو بالصورة. على فكرة في هون مكان لمفتاح ومكان لمفتاح. كل واحد ورا مفتاح. فمبين انه كل واحد عارف مفتاح التاني. وكأنكم لكم فترة طويلة عم بتكون مع انه هاي الفراقة مش عاطفية بس بيانت فيها العاطفة. بشوف هون تنين عم بيعشقوا بعض. عم بيحبوا بعض لطريقة للجنون. عم بشوف مشاعر كتير داخل الصورة يعني مش بس صورة. يعني على علاقة ثلاثية. بهرب منها انا. بهرب منها هي والطاقات السلبية. بس ورانا ورانا. حبايبي. الطاقات عم بتكون قبل ما انسى يعني الطاقات عم بتكون مائية ترابية نارية. اكتريتها طبعا انا بحكيه. اه بيان عنا بالجهتين مع انه هاي مش قراءة عاطفية ولكن بيان عنا انه في بالماضي خلينا نقول او ببداية الفترة هاي راح تستمر شوي العلاقة التالتة او الطرفي التالت. اه بعدها راح يكون اللي هو انت. اه معاك مفتاح معين. بجنب العلاقة الثلاثية طلع كمان عنا اللي هو شبه انتصار او قربت كتير من الانتصار زي ما قلنا. العلاقة الثالثة ما انتهت تماما راح تنتهي كمان شوي يعني كمان فترة صغيرة. ولكن الاتصار للك بجنبهم يعني ملاصق. بعضكم عم بيغير. عم بيغير مسكن او عم بيغير بلد. كان يحلم في هذا الاشي من زمان. وهلأ عم بيتحقق. او انه منزل جديد اساسا يعني مش انه ما كان عندك يعني مسكن وصار في عندك او كنت مستأجر قصدي وما كان اه. وهلأ صار في عندك بيت او اه عم تنوي على هذا الاشي عم تشتغل عليه. فعم بشوفه بيدك المفتاح هذا. او ممكن يكون مفتاح سيارة او مفتاح قلب الحبيب ممكن يكون. فشي حلو كتير. بشوف هون فيه جنون بالحب. في تنين عم بيلتقوا بعد فترة طويلة. يمكن يصير فيه عناق. يمكن ما بعرف. يمكن تعبروا. المهم بالتعبروا بالطريقة اللي بتناسب يعني كل شخص وثقافته. بس انه رح يصير فيه تعبير كتير بالحب. رح تكون المشاعر متبادلة وهي اساسا متبادلة. اه رح تحاولوا انه تبعدوا تبعدوا بشكل عام عن الطاقات اللي حواليكم. عم بشوف هون نجاح في العمل نجاح في العاطفة لبرج الجدي. الناس اللي سافرت اساسا اوريدي من برج الجدي اه ما توفقت. ازا كانوا سافروا باول السنة فهم يمكن يكونوا حسوا حالهم ما توفقوا. انا بقولهم اصبروا شوي الخير جاي لقدام بهذا البلد الجديد. اه فما تخافوا او كزا لا. شايفيتك معلق موضوع. يمكن انك الرجوع للشغل معين انت تركته اه لبلد اه معين. في ببالك شي كبير مصيري او الرجوع للحبيب. اه ولكن معلقه يعني تاركها على ربنا. وكأنك انت يعني حاط زي ما بقوله حاط اجر ورا واتجر قدام. عم بتحاول انك هذا الموضوع مش بس عاطفي حبايبي يعني ممكن يكون بشكل عام. اه ما عم تقدر تتحرك هاي الفترة في امور اه رابطيتك. ولكن انت جاهز جاهز لتغيير. في تغيير في حياتك راح يزير. حكينا عن الطاقات. هذا بشكل عام. اه الصحة طلعت انها حلوة كتير. طيب نفتح اللي هو باي ورق نفتح بهذا. نشوف العاطفة كيف شكلها. هاي الفترة. مقلوب خليه مقلوب. اه الكروت كلها مقلوبة. بس هدا خليه مقلوب مش مشكلة. ليش يجدي حاب بتعود لحالك ما بدك حدا ما بدك علاقات عاطفية ما بدك شي بس بدك تعود لحالك في البط. بس بده يرتاح يرتاح من كل الضغط طبعي الحياة ويبعد يعود لحاله. ينعزال بالموضوع. حابين تنعزلوا البعض منكم حابب انه يبعد بيغض النظر عن الناس اللي منيح ولي مش منيح. عم بيكون ما عندك صبر هاي الفترة على الناس يعني دغري بتعصب على العالم دغري. لا انا بقول لك امسك اعصابك. هاي الفترة عم بتقوم صعبة على كتير من الناس. فامسك اعصابك اه عبين ما يصير في ومبين انه في تغييرات حلوة لقدان. شوف هاي مع حلاها طلعت مقلوبة كمان يعني انه طلعت كتير حلو. لو هي مش مقلوبة. شوف كيف قديش صعب الورقة. كلها صعوبات كلها اوهام كلها تحديات كلها شغلات يعني تقريبا مستحيلة. وكأنه بيقول لك الورق انه الشغلات اللي كانت مستحيلة بالنسبة الك. او كنت يعني حاسة انها بعيدة طبعا ان بحكي عالعاطفة. اه فهي لأ ممكن تكون بين ايديك. هون بشوف الطرف الثاني حاسس انه كتير تعبان كتير اه 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 اه. حاسس يكون عم يشتغل. آآ بالليل عم بيفكر فيك كتير عم يتمنى انه يعرف اخبار كزا. كمان في مراقبة من الطرف التاني يعني آآ برج الجدي كمان عندك آآ نوع من الادمان عم يزعج الطرف الاخر. او انت نفسك يعني عم يزعجك ولكن مش قادر انك تتركه. فهاي الفترة مناسبة ازا كنت نهوي تترك ادمان على شي معين. انا ما بقولي يعني ادمان ادمان يعني ممكن يكون على اي شي مش دايما معناها اللي هو سلبي. آآ هون بشوف في الطرف الثالث ولكن اللي هو بعيد يعني من بعيد عم يأسر عم بيأسر. او عم بتفرج او عم براقب او عم بحاول يعمل تغيير في حياتك انت والشريك ولكن لا ما ما عم بشوف اله تأسير كبير. آآ كبير ولكن انت بشكل عام حتى بالعاطفة حتى باي موضوع من المواضيع اي مجال من مجالات الحياة حابب تبعد حابب انه خلص يعني تضلك انت والطبيعة ما حدا حواليك آآ يمكن تعمل يمكن تحاول انك تروح على يعني ما بعرف تعمل سياحة تحاول تاخد اجازة من الشغل. هاي الفترة والله يا ريت يعني لانه شايفي فيه استرس كتير انت يعني كان موجود عندك. على صعيد العلاقة. آآ في كتير ناس الحبيب راح يعني الحبيب رايح لهم ولكن يعني زي اللي خايف. زي اللي متأكد انه انت راح تصده زي اللي عمل اشي كتير كبير ما راح تغفر له. هو هيك حاسس. هو هيك حاسس في عقله الباطن. او في يعني جوات وهي هيك حاسس انه انت ما راح تتقبل الموضوع. هو يمكن عمل شغلة كتير كبيرة واتجرح في الكلام. ممكن القراءة تكون عكسية. هون شايفي فيه تغييرات كبيرة. راح تصير فيه فتحة فيه طاقة في حياتك راح تنفتح. آآ بشوف فيه شخص آآ ممكن يكون من برج يعني هذا ما دخلوا في الموضوع ولكن آآ اشخاص ممكن تكون ببراج هوائية او آآ نارية او ترابية اكتر شي هوائية ونارية. ممكن تكون واقفة في طريق هاي العلاقة. لكن بشوف بالنهاية يعني بشوفك كتير مبسوط آآ على فكرة انت شخص يعني ميخفي جواتك او يعني آآ عم تخفي جواتك كتير مشاعر حلوة وكتير رومانسية. ما بعرف ليش ما عم بتعبر عنها عم بتعبر بالعكس عن النقيض. فانا شايفيتك بتحب الشخص الآخر آآ بتموت فيه ولكن عندك كنترول كبير على المشاق مش عارف ليش يعني آآ الطرف الثاني بتهيأ لي طرف يعني يستحق فليش انت عم بت يعني بتعامل معا بهاي الطريقة ولكن فيه صلح وفيه اللي هو تزبيط للامور فيه تصحيح للأمور. طيب ناخد آآ نصيحة. لبرج الجديد. النفس اللي طلعت قبل شوي مش عارفة لأي برج آآ اللي هو تستعين بالآخرين. تستعين حتى انت عم بتحاول انك تعمل كل شي بايدك. آآ حتى المشاكل النفسية مش المشاكل النفسية. حتى المشاعر اللي جواتك قد ما تكون تعبان عم بتحاول تظهر انك انت لأ. انه انت قدت وانه انت ما عندك شي. آآ بس لا. بقول لك استعين خاصة في الشريك. يعني ما في مشكلة. احكي. يعني وين الخوف? ليش بتخاف تحكي. او ليش بتعبر عن عن النقيض يعني عن آآ نقيض مشاعرك. آآ عبر عن نفسك زي ما هي. ما في داعي للآآ انك تخاف. او مهما كانت عندك تجارب آآ شوي سلبية في حياتك. هذه. نفس الشي بقول لك. بقول لك مش عيب انك آآ تبكي. البكاء بحكي لك علاج للروح. فابكي. مو ضروري قدام حدا يزدك. لحالك. بس طلع مشاعرك. ما تضلك يعني مضوط في الموضوع. اي موضوع كان. شوف بيقول لك اهتم في حالك اكتر. اكتر ما تهتم بالاطراف الثاني. خلص يكفي انه عطاء 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 يعني حاولت اه تعمل اه اكتر اتوفر سبل راحة لحالك. كأنه بخلان شوي على حالك يا برج الجدي ما بعرف. بنطلع لك هذا الكرت. آآ هون بيقول لك انه انت راح تكون في يوم من الايام آآ شخص ساحب سلطة. هذا لا يعني بس انه في العمل. ممكن يكون على على العاطفة يعني انك انت تكون معاك السلطة انت اللي تكون قوي انت الكزا. فبشوف عندك قوة معينة بالمستقبل انت اللي راح تستعملها. للبعض في شهرة بالمستقبل راح يكون مشهور بالمستقبل. ما بعرف على السوشيال ميديا او بالحقيقة بس انه راح يكون. هدا طلع مقلوب. اهان يلت. طلع مقلوب. انت بتفكر طول الوقت بتقنيب الضمير بانه انت آآ خلينا نقول مذنب. بس اطلع الكرت مقلوب. انت مش مذنب. لا انت بالعكس يعني آآ ف. بس كالعادة في علاقة ثلاثية مبينة في الكرت. حتى هون بيّنت. مش عارف كيف بتنط الطرف الثالث هذا مش عارف كيف بنط على القراءات. يعني حتى بال بالنصائح بيّن انه فانا مش عارفة. شكلي راح اجمع الكروت اللي فيها طرف ثالث احرقها يعني اطلعها من الورق. آآ المهم بيقولك انه انت شاعر كتير بانك آآ صح انه بداخلك هادا الاشي ما بتطلعه كالعادة آآ ما بتطلع لجواتك بس انت حاسس بتأنيب الضمير ناحية شي معين فبقولك لا ما يعني ما تحس آآ بتأنيب الضمير آآ ما بعرف شو الموضوع بس هي هيك كانت آآ النصيحة. حبايبو برج الجديد آآ بشوفكم بالفراء. اشتركوا في القناة